نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف ايش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار اختتمت مؤخرا فعاليات أولمبيات تعلم الآلة ديف فيست البحرين الفين واربعة وعشرين بمشاركة أكثر من سبعمائة شخص حضوريا وافتراضيا بدعم من صندوق العمل تمكين وشركة زين وبمشاركة كل من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والجامعة الارلندية في البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الابتكار وتطوير المهارات التقنية لدى الشباب البحريني وتوفير منصة لعرض المواهب المحلية وتسهيل التعاون بين المطورين والأكاديميين ورواد الصناعة في اليوم الأول من الفعالية تنفس المشاركين في مسابقة بناء أدق نموذج للذكاء الاصطناعي وفي اليوم الثاني عقد مهرجان للمطورين بحضور محاضرين عالميين ركزوا على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة مسار الدعم المميز انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص كمبادرة استشرافية تهدف إلى تمكين العضاء من مواجهة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف المختلفة كما تقدم هذه الخدمة حزمة من المسارات المصممة بعناية لمساندة الأعضاء ولتعزيز استدامة أعمالهم وتوفير حلول عملية تساعدهم على تجاوز الصعوبات بفعالية وللحديث أكثر عن مبادرة مسار الدعم المميز ينضم معي في الاستوديو الأستاذ ذو الفقار العاني باحث بإدارة البحوث والمبادرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين أهلا ومرحبا بك مرحبا شكرا على استضافة اليوم العفو ما هي خدمة مسار الدعم المميز وما الهدف من إطلاقها في غرفة تجارة وصناعة البحرين؟ طبعا لا أخف عن الجميع وجود أزمات عالمية اقتصادية معقدة ومملكة البحرين ليست بمنأة عن تأثيرات هذه الأزمات الاقتصادية فبالتالي القطاع الخاص دائما ما يكون هو الحلقة الأضعف في خضم هذه الأزمات فهنا يأتي ويبرز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في حماية القطاع الخاص وفي تذليل الصعوبات التي تحد من نمو هذا القطاع نعم فعلى هذا المنطلق وما ارتعينا من ارتفاع في دعاوى الإفلاس في مملكة البحرين أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع وخدمة مسار الدعم المميز وهي خدمة استشرافية مستجدة خصصة لحماية أعضائها وتذليل الصعوبات التي تواجههم في القطاع الخاص وهي كذلك من ضمن تتوافق مع الهدف الاستراتيجي لغرفة البحرين في دورتها الثلاثين الذي يعنى في حماية الأعضاء والقطاع الخاص ومساعدتهم على الانطلاق نعم سيد الفقار للتو تحدث عن تذليل التحديات كيف تعمل خدمات أو خدمة مسار الدعم المميز على تذليل التحديات التي قد تواجه الأعضاء في بيئة الأعمال البحرينية نعم طبعا خدمة المسار الدعم المميز هي تندرج ضمن أربع مسارات متخصصة كل مسار يوفر حل لمشكلة معينة بالضبط فالمسارات هذه بتكون مسار إعادة التنظيم ومسار التصفية وكذلك مسار المطالبات المالية ومسار حوكمة الشركات العالية التي هي بالطبع هي رافض أساسي في في الشرع التجاري في البحرين فعلى هذا الأساس غرفة البحرين أطلقت الميثاق الاسترشادي لحوكمة الشركات العالية وبالطبع في المسارات الأخرى اللي هي مثلا مسار الإفلاس ومسار عادة التنظيم بتكون الدعم مخصص لحالات الإفلاس التي يتقدم بها العضو فيكون هناك نشر الوعي حول إجراءات الإفلاس وعن كيفية الاستفادة والحماية من قانون الإفلاس وبإجراءه طبعا عادة التنظيم والتصفية وكذلك هذا يساعد بالطبع على نجاح دعاوة الإفلاس والإرشادهم على المساعدات المطلوبة وعلى شروط قانون الإفلاس بالتالي يوفر الوقت والجهد على رافعي دعاوة الإفلاس كيف يعزز المسار من استدامة الأعمال التجارية وكيف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المدى القصير والطويل طبعا في المسار المميز لنا عدة أهداف قصيرة وطويلة ومن ضمنها مثل ما تفضلنا هو استفاء الأعضاء الرافعي دعاوة الإفلاس سواء بتصفية عادة التنظيم للمتطلبات والمستندات المطلوبة في قانون الإفلاس وبالتالي نجاح هذه الدعاوة ونجاح النتيجة المرجوة من دعاوة الإفلاس هذا كهدف أساسي وهدف الآخر طبعا مساعدتهم في المطالبات المالية في دعاوة المطالبات المالية كيفية رفع الدعا ما هي المستندات المطلوبة وأيضا تعزيز التفاوض في هذه المطالبات والهدف الآخر بالضبط هو يكون حوكمة الشركات العائلية وتعزيز تبني هذه الشركات لآلية وهيكلية تساعد في استدامتهم في الشارع التجاري نعم قبل الختام من هم المستفيدون من هذه الخدمة بيكون طبعا بالدرجة الأولى عدة مستفيدين لكن بالدرجة الأولى بيكونون أعضاء الغرفة والذين يزيدون عن 36 ألف عضو نعم وبما فيهم التجار والشركات وأيضا المؤسسات الفردية وكذلك هناك فئات أخرى إن شاء الله بتنظف في المراحل المقبلة وهم الطلاب طلاب خريجي القانون وكذلك أمناء التفليسة والمحامين سيتم تدريبهم إن شاء الله على إجراءات الإفلاس وإجراءات إعادة التنظيم والتصفية وكذلك جميع المتعاملين مع التجار في مملكة البحرين وبإمكان أي شخص مستفيد الآن التقدم على خدمة المسار الدعم المميز عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة البحرين وكذلك في حال الشركات العائلية أو أي شخص مهتم في الميثاق الاسترشادي لحكم الشركات العائلية أن يتقدم أو أن يتحصل عليه في موقع الإلكتروني للغرفة نعم الأستاذ ذو الفقار العاني يباحث بإدارة البحوث والمبادرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين شكرا على وجودك في النشرة الاقتصادية يعتكم عافية والآن مشاهدين نترككم عداء الأسواق المالية الخليجية انطلقت في العاصمة السعودية رياض مؤخرا أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار الذي يأتي بتنظيم منصة استثمر في السعودية بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وخلال المؤتمر أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن هذا التجمع الدولي البارز يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي وهو الاستثمار حيث يعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ويهدف إلى تقديم حوار مثمر يسلط الضوء على المنظور المتنوع لمشهد الاستثمار العالمي أما الآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قليناة اشتركوا في القناة